سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم معي من جديد أخواتي في قناتكم مطبخ حسناء سريف كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير في أحوال طيبة وصحة جيدة بإذن الله ترحب بجميع الأخوات اللي انضموا للقناة وترحب بالأخوات اللي كانوا معي منذ بداية القناة الشكر الكبير لكم زف زف على حسن المتابعة ديالكم على تعالقكم زوني اللي تخليوا ليه واللي تفرحوني بواحد الشكل الكبير كبير بزاف فشكرا شكرا لكم أخواتي فكما كتلاحظوا معي الفيديو ديال اليوم اللي غادي يكون بانكيك اللي كيجي خفيف بواحد الشكل الكبير كبير بزاف كيجي هاد البانكيك هذا تماما بحلي كتاكله في شيكيك كيجي كيدوب وخفيف وبنين بزاف بزاف إن شاء الله مني غتجربوا هاد البانكيك هذا غيبقى موعتمد عندكم لوليداتكم وفي الطلابيات فلكنتو أخواتي أول مرة كتزروا القناة ما تنسوش الاشتراك فيها والضغط على الجرس باش يوصلكم إن شاء الله كل جديد واندوزوا دبا المكونات وطريقة تحضير الوصفة فخليوكم معي بإذن الله فتيبقوا هدوهم المكونات اللي غا نحتاجوا في هاد البانكيك هذا عندي نصف كاس عنب حليب نصف كاس زيت ونصف كاس سكر الكاس دي العنب الكبير هو اللي تنعبرو بي هو نخلي لكم القياس بالقرامات بالنسبة للأخوات اللي ما تتوفروش على الكاس دي العنب عندي كيس من سكر الباني شوية دي الملحة جوج أكيس من الخميرة دي الحلويات 16 جرام مجموعة الخميرة دي الحلويات وعندي ثلاثة دي الحبات دي البيض وبالنسبة لكمية دي الطحين فهي ميتين وعشرة جرامات دي الدقيق الأبيض يكون نوعية جيدة خاص بالحلويات فغنبدو على بركتي الله فأول شيء اخذت إناء وضعت فيه ثلاثة دي الحبات دي البيض وغنضيف ضروري شوية دي الملحة وغنضيف المكونات كاملين بغيتوا تخدموا بحركة بطرة بالكهربائي ممكن بغيتوا تخدموا في الكاس اللي كانت تحنوا فيه العصائر ديروا كل شي في دقة واحدة وتخدموا الخلاط واحد قلما دقيقة المهم يبانوا لكم لانه العناصر راهم تخدموا بزيان صافيك تحبسوا بالنسبة للحليب فهو حليب عادي نخدم معكم هذه الكيميه هذه وما زال غدا نخدم كيميه أخرى خدمت معكم هذه الكيميه هذه بالنسبة للأخوات اللي تي بغيوا بحركة غير كيميه قليلة فهذه الكيميه اللي تخدموا بها بغيتوا الضعف والمكونات فغدا تخدموا المكونات على جوج فنستمر نخدم المكونات مزيان بهذا الشكل هدا حتى كيبانوا لي العناصر نساجموا لنا وتخدموا مزيان صافيك نحبسوا وما كان بقوش نخدموا المكونات بحل شكل الكيك يعني مدة طويلة فانا مأكد ان شاء الله بإذن الله مني غتجربوا هاد البانكيك هدا غيبقى مو اعتمد عندكم مرة كيجي بحل شكل الكيك كيما سبق وذكرت لكم كيجي كيدوب هاد البانكيك هدا هنا كما كتلاحظوا معي غدا نضيف الدقيق اللي نغرب له ونضيف جوش أكياس بالخميرة دي الحلويات ونخدمه بالطراء باليداوي فانا خدمت هاد الكيميه هادي وخدمت الكيميه هادي وخدمت الكيميه اللي في نفس القياس صافيه بديت كان طيب ما خليتش الخليط رتح في تلاجه ولا شي حاجه مباشرة بديت كان طيب في هاد البانكيك هدا نضيف الطحين على دفوعات مع الخميرة دي الحلويات اللي نغرب لهها صافيه نخدموا المكونات مع بعضهم مزيان غير ما يبقوا شي يبانوني هدوك الحبيبات في الخليط صافيه نحبسه من الخدمة دي الخليط بالطراء باليداوي بالنسبة للحجم دي البيض تحاولوا تختاروا حجم البيض اللي يكون كبير إذا كان الحجم دي البيض صغير بزاف والكمية اللي اذكرت ليكم ديال الطحين غايجيكم الخليط فالنوعية ديال الطحين اللي سنخدم بيكتر من ست سنوات طحين غزال بزاف جميع الوصفات اللي كنخدم معاكم سنخدم بهادك الطحين هنا كما تلاحظوا معي هذا هو الشكل دي الخليط يكون في حلاكة ما تكونش الخليط خفيف وما يكونش الخليط تقيل بزاف فغير يبانوني على ان الخليط طولة في حلاكة سوف نحبسه من الخدمة ونخدم الكمية اللي عندي ونبدأ ان شاء الله مباشرة نطيب معكم هاد البانكيك هذا فخلي بكم معي بإذن الله من بعد ان نأخذ المقلة اللي تنسخنها مزيان اي نوع ديال المقلة ما تتلصقش ممكن انكم تخدموا بها انا المقلة مدهنت هاد تبشي حاجة لا بزيد لا بزفدة لا بوالو للمقلة تسخن مزيان سوف يبدو توضعه في الكيمية ديال الخليط تقريبا واحد جوج معالق كبار على حسب حجم المقلة اللي عندكم هاد المقلة اللي في هالحفيرات رمشي المقلة الصغيرة هاد المقلة اللي خرجت مؤخرا كبيرة شوية كتدير مئة وعشرين درام كنت خديتها نخلي لكم حتى القطر ديال هاد الحفيرات هادو شحل فيهم بغيتوا تخدموا في المقلة الصغيرة يبقى لكم الاختيار او لاي نوع ديال المقلة ممكن انكم تخدموا باغي هو هاد البانكيك هذا كل مكان الحجم تقريبا هاد تكون واحد تسعود عشرة سنتيم كي يجي وحبات كثير في الكيمية اللي خدمته من هاد الخليط هادا نقطة مهمة في الطياب هاد البانكيك هذا ان العافية ستكون منقوصا زيان اذا كانت العافية مجهدرة ستتحمل البانكيك وبالتالي قوي لان البانكيك ما زال ما طابش من الداخل مزيان وما يجيكمش البانكيك خفيف بزاف ومهوي نقلب مرة مرة البانكيك من الاسفل تبليه لانه تتحمل صفي مباشرة نبدأوا نقلبه في البانكيك ومنك تقلبوا البانكيك ركي تنفخ كما تلاحظوا معايا فان شاء الله هنكمل الكيمية اللي عندي ويطيب هاد البانكيك هذا كما كتلاحظوا معايا كيف كان قلب البانكيك كي تنفخ فدوى علاش قلت لكم ما تكتروش الكيمية بزاف فاش كتوضعوا الخليط في المقلات فانطلقى بكم ان شاء الله خواتي في شكل نهائي خليوكم معايا بإذن الله سوف نقوم بكثل ونقوم بجميع المقلات لانه يجب خفيف في بزاف قلت هاتف مرة وعودت بزاف دي المرات ففعلا ان شاء الله مني غتجربوه سوف يبقى معتمد عندكم لانه يجب اكثر اكثر من رائع فما تدهن المقلات تبشي حاجه حيث يدهن المقلات تحمر البانكيك طيب من داخل تخدموا بطريقة اللي خدمت بها والعافية خاصة تكون منقوصة مزيان تخافوا التمنشي حاجة لأنه كل ما كانت العافية منقوصة سيجيكم البانكيك خفيف وطيب من داخل فأي حاجة مواضحة مزيان مشرحتها مزيان ان شاء الله خليوها في التعاليق نجاوبكم بإذن الله نشكركم شكر كبير بزف زف لحسن المتبادي لكم على تعاليقكم اللي تخليو لي للتشجيع لكم على كلامكم طيب شكرا شكرا لكم بالنسبة لهذا البانكيك هذا اللي بغيتوا تخدموه تحتافظو به في المجمد ولا غير في التلاجة سيبقى مزيان لأنه يرطب بزف حشك الكيك تكشير جديد في الأول رطب البانكيك لا توقع لي شيء بغيتوا تقدموه تسخنوه واحد شوية في المقلة تكون عافية منقوصة واحد نقطة نسيس مذكرت الشيك والبناترا البانكيك نقلبوه قبل ما نشف في الوجه دياله حيث سنين حتى نشفنا البانكيك في الوجه دياله كما لاحظتوا في أول فيديو على أنني قدمت البانكيك بالعسل لا يبقى لي إلا نقول لكم اشتركوا في رأسكم بزاف بزاف وإلى رقائن آخر في فيديو آخر في فكرة جديدة في وصفة جديدة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة